استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم معالي السيد حسين هزاع المجالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بحضور سعادة اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة لشؤون الداخلية وسعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام وقد رحب معالي وزير الداخلية بزيارة نظيره الأردني والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر بين البلدين الشقيقين وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتعاون المشترك لمواجهتها مشيدا معالي بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأخوه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظهم الله ورعاهما منوها معالي إلى أن التعاون المتقدم بين البلدين الشقيقين هو ثمار لدعم القيادتين للعمل المشترك وقد تم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق الأمني في عدد من المجالات بالإضافة إلى المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء قدم رئيس الأمن العام إجازا حول الوضع الأمني في مملكة البحرين والخطط التدريبية الهادفة إلى رفع معدلات الكفاءة والاستعداد والجاهزية في مواجهة كافة الأخطار والتحديات الأمنية في إطار العمل على تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المنطقة من أي تأثيرات سلبية كما تضمن الإجاز ملامح استراتيجية للتطوير والتحديث التي تتبعها وزارة الداخلية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات للانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم بما يتفق مع استراتيجية الوزارة في الارتقاء بكافة الأجهزة إلى أعلى المستويات وتحقيق التمييز في أدائها من جانبه أعرب معالي وزير الداخلية الأردني عن خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال مشيدا بالعديد من النجاحات الأمنية التي حققتها مملكة الوحرين في إطار العمل على تعزيز الأمن والاستقرار منوها إلى أن تفعيل أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات سينعكس إيجابا على مصالح الشعبين الشقيقين ويزيد معدلات وقدرات التعامل مع كافة التحديات فضلا عن تعظيم الإنجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين